اشتركوا في القناة بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وحرص جلالته على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين منوها بما شكلته الإشادة السامية من حافز نحو المزيد من البذل والعطاء من أجل النجاح في تجاوز هذه المرحلة من التعامل مع فيروس كورونا بعدها وجه مجلس الوزراء بالاستمرار وفق التوجيه الملكي السامي في تنفيذ المبادرات الداعمة لجهود الحد من انتشار فيروس كورونا التي يواجهها العالم أجمع والتعامل مع تداعياته وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في مختلف القطاعات واستمرار نموه الإيجابي تحقيقا للمقاصد السامية بأن تكون صحة المواطن وتعزيز استقراره المعيشي في طليعة الأولويات الحكومية منوها في هذا الصدد بالتجاوب الإيجابي من البنوك والمصارف مع توجيهات الحكومة ضمن مبادرتها التي انطلقت طوال فترة الجائحة بالتخفيف من انعكاسات الجائحة على المواطنين وذلك وفق التعميم الأخير الذي أصدره مصرف البحرين المركزي بتأجيل أقصاط القروض المستحقة لكل الأفراد والشركات وذلك لمدة ستة أشهر ثم رحب المجلس بإعادة انتخاب مملكة البحرين في المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية مؤكدا أن هذا الإنجاز يأتي ليعزز مكانة مملكة البحرين وإسهاماتها في تطوير القطاع السياحي بعد ذلك أكد المجلس بمناسبة اليوم العالمي للبيئة حرص مملكة البحرين على تبني المبادرات التي تعزز حماية البيئة وتكرس ثقافة المحافظة عليها واستدامتها ثم نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وقرر ما يلي الموافقة على المذكرات التالية واحد مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشرعية حول مذكرة سعادة وزير الشؤون الشباب والرياضة بشأن تقنين انتفاع الهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة بالأراضي الحكومية وتنظيم حقوق الانتفاع بها وتوحيد ملكيتها اثنان مذكرة سعادة وزير شؤون مجلس الوزراء بخصوص برنامج التعاون الفني في مجال إجراءات تقويم المطابقة للمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل بين المجلس الأعلى للبيئة بمملكة البحرين والهيئة السعودية للمواصفات والمقييس والجودة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والذي يأتي بناء على مخرجات لجنة التنسيق في مجالات الاقتصاد والطاقة والتجارة والصناعة المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي البحريني ويهدف لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات المحافظة على البيئة وصحة الإنسان ثلاثة مذكرة سعادة وزيرة الصحة بخصوص تأجيل العمل بقرار تنظيم الفحص الطبي الدوري للعاملين في المحال الصناعية والتجارية ذات العلاقة بالصحة العامة أربع مذكرة سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة بشأن مذكرة تعاون بين الوزارة والهيئة السعودية للملكية الفكرية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة في مجال الملكية الفكرية والتي جاءت بناء على مخرجات لجنة التنسيق في مجالات الاقتصاد والطاقة والتجارة والصناعة المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي البحريني خمسة مذكرة لجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشرعية بشأن ردود الحكومة على سبعة اختراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب ثم استعرض المجلس الموضوع التالي مذكرة لجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشرعية بشأن قانون تنظيم جمع المال للأغراض العامة ولائحته التنفيذية وكلف لجنة مكونة من الوزارات المعنية بدراسة الموضوع ورفع التوصيات بشأنه ترجمة نانسي قنقر